اشتركوا في القناة في قبل اللقاء بحث مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في اطار اتفاقية التكامل والازدهار الامني الشامل المبرمة بين البلدين الصديقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة واطلع سعدة وزير الخارجية معالي الوزير الامريكي على نتائج القمة العربية التي استضافتها البحرين والقرارات والمبادرات التي اعتمدتها القمة ومن بينها الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم الاعتراف الدولي بها وقبول عضويتها الكاملة في الامم المتحدة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتضررين من النزاعات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات مؤكدا اهمية التعاون الدولي لتنفيذ هذه المبادرات من جانبه اثنى معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية على نجاح القمة العربية في مملكة البحرين مؤكدا دعم بلاده للمبادرات التي اعتمدتها القمة منوها بالتعاون والتشاور والتنسيق المتواصل بين البلدين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة